يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مستويات أزمة الجوع مع تزايد خطر المجاعة يوما بعد يوم وارتفعت نسبة الأهالي الذين يعانون من انعدام الأمن الغزائي الحاد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على مستوى العالم وأعلن برنامج الأغذية العالمية أن الجميع في غزة يعانون من الجوع موضحاً أن هناك بعض المناطق في القطاع المحتل تعاني من عدم القدرة على توفير الغزاء الأثاسي لهم بشكل متسارع تظهر الوضع الإنساني في قطاع غزة جرأ العدوان الإسرائيلية مع تدمير القصف العنيف لمناطق واسعة من القطاع فسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة الجوع مع تزايد خطر المقاعة يوماً بعد يوم وارتفاع نسبة السكان الذين يواجهون نعدام الأمن الغزائي الحاد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على مستوى العالم برنامج الأغذية العالمية من جانبه أعلن أنه قام بتوصيل الغذاء إلى حوالي 1.4 مليون شخص ذلك في غزة منذ السابع من أكتوبر ولكن هناك عدداً أكبر بكثير بحاجة إلى المساعدات يعمل برنامج الأغذية العالمية مع الشركاء والمجتمعات المحلية لتوصيل الغذاء في أسرع وقت ممكن والأكبر عدد ممكن من الأشخاص كما يدعم أيضاً المتاجر المحلية والمخابس للعمل ولكن الجميع في غزة يعانون من الجوع نحن نستكشف كل الحلول الممكنة ولكن لا يوجد منها ما يكفي في مواجهة العقبات هناك أناس يتدورون جوعاً في المناطق ولن نستطيع توفير الغذاء الأساسي لهم وبينما أظهرت لقاتته برنامج الأغذية العالمية إعداد وجبات الطعام والعمل على توديعها على الأسر النازحة تسببت العمليات العسكرية وعمليات تفتيش المساعدات التي تطالب بها إسرائيل وأنقطع الاتصالات ونقص الوقود في عرقلة توزيع تلك المساعدات في غزة الأمر الذي يشير إلى استمرار ترك الأزمة إلى ما هو أبعد من ذلك سيقضي معه الفلسطينيون أياماً في غاية الصعوبة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مدهمات على الضفة الغربية وبدأت في بلدة إبنى غرب الخليل وانتدت إلى مدينة رامالله وجنان وطباص والقدس واعتقلت 55 فلسطينياً على الأقل من الضفة من بينهم سيدة من الخليل وطفلان وأسرى سابقون خلال 24 ساعة كما تركزت حملات المداهمة في محافظة نبلس شمالاً حيث جرأ أدقال 25 طالباً من حرم جامعة النجاح الوطنية والتي شهدت اقتحاماً واسعاً من جانب جنود الاحتلال